الناس لازم تنتبه للي بيحصل في مؤتمر قمة المناخ اللي هيكون ان شاء الله يوم 6 نوفمبر الجاي خلاص احنا على بعد ايام انت بتتكلم عن قمة يشترك فيها 197 دول تعارفين دول الدول اللي وقعوا على الاتفاقية الاطارية بتاعة الامم المتحدة عشان تغيروا المناخ 197 دول هيكونوا موجودين وموسلين ليهم ورؤساء يعني قمة كبيرة جدا انت بتتكلم على استضافة لما يقرب من 40 ألف يعني شرم الشيخ بتستقبل في فترة القمة دي حوالي 40 ألف طيب حلو جدا كلام كده رائع جدا السؤال بقى ناس كتير جدا يقولك تب ليه مصر تعمل قمة زي دي وتدفع فلوس وتتكلف فلوس شوف بقى المليارات اللي مصر دفعتها عشان هذه القمة والفلوس دي منين والفلوس دي مش كان الأولى بيها ان احنا نوجهها ليه يعني حاجات تانية الناس تعبانة الناس بتعاني الناس عندها مشاكل ده كلام تقدر تسمعه او بتسمعه بالفعل لكن المفاجأة اللي حضرتك لازم تبقى عارفها برضو انه مصر الحكومة المصرية الدولة المصرية لم تنفق جنيه واحد على استضافة هذه القمة مصر مدفعتش فلوس ليه لانه دي قمة بتنظمها الأولى من المتحدة مصر بتستضفها ده بالعكس انت مصر بتكسب هنا مش بس المكسب المباشر بتاع الفلوس ولكن انت بتكسب انه في 197 دولة في العالم اللي هم موجودين سواء برؤساءهم بملوكهم برؤساء وزراءهم بتبقى انت محط انظار العالم لمدة الاثناشر يوم اللي هم فترة القمة دول وهذا مكسب ضخم وعظيم جدا واللي هو العالم العالم مش هيوافق الدول اللي هي موقعة على الاتفاقية دي مش هتوافق على انه مصر تستضيف مثل هذه القمة الا اذا كانت بتسق انه دي بلد اولا قادرة على تنظيم فعالية عالمية ثانيا انه لديها من الامن والاستقرار ما يسمح لها بانه هي تنظم هذه الفعالية العالمية الكبيرة ببساطة بالمنطقة انا بكلم حضراتكم بالايه بالمنطقة فاذا مسألة يقولك ايه سيبك بقى انه فيه رعاية وفيه ناس بتدفع لكن مصر فعليا فعليا لم تتكلف شيء ولم تدفع شيء ولم تنفق شيء على هذه القمة ولان القمة دي قمة بتنظمها الامن المتحدة وبتستضفها مصر ليه لان انت الموال ده والنغمة دي هتفضل ماشي كتير جدا خلال الفترة اللي جايه لانه طول الوقت فيه ناس عاوزين يستغلوا لحد السياسية انتو عارفين ناس بتحشر وتقولك رغم ان الناس مش فهمة يعني مش فهمة من من يعني اسس قمة المناخ انه بيتيح ساحات للتظاهر فيما يخص قضايا قمة المناخ لانه احنا عندنا اخواتنا البعدة الاخوان طول الوقت بيحبوا يسيسوا الحاجات فتلاقيه يقولك ايه دي عامل حشد ليه يا فندم عامل حشد عشان الناس تتظاهر ومصر في الوقت ده ما تقدرش تمنع التظاهر لانه العالم هيكل وشها والعالم هيعتبرها كده خرجت عن اللي مفروض تعمله وهي بتنظم قمة المناخ لا في قمة المناخ طول الوقت بتبقى فيه ساحات ساحات للتظاهر عشان التعبير التعبير عن قضايا تغير المناخ مش مسألة سياسية ولذلك انا والله العظيم بقى اشفق على الناس دي لانه ناس اغبية يعني جماعة الاخوان جماعة اغبية واللي بيخططوا الجماعة الاخوان ناس اغبية انك تستغل حدث عالمي عشان تسيسوا لا ولذلك مثلا حتى في الدورات السابقة في قمة المناخ لما فيه ناس تروح تتظاهروا في ساحات معينة وبيبقى الشعرات اللي هم بيرفعوها معينة والوقت اللي هم بيتظاهروا فيه وقت معين ومحدد لانه كل حاجة جماعة لها اصول فالفكرة بس الاساسية والاولى انه لا يا جماعة مفيش مصر هتدفع ولا هتتكلف حاجة ولا هتنفق حاجة على مسألة قمة المناخ بالعكس انت المستفيد ومستفيد بشكل كبير جدا اشتركوا في القناة